مثلا إذا أردت أن أقول أنا أحاول أن أنفق القليل من المال للاقتصاد أو لكي أقتصد كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد Oui, très bien. J'essaie de dépenser moins d'argent pour économiser. J'essaie de dépenser moins d'argent pour économiser. Le premier verbe, c'est le verbe essayer conjugué au présent de l'indicatif. أول فعل وفعل يحاولو مصرف في الحادر Le deuxième verbe, c'est le verbe dépenser, معناه ينفقو Et le verbe économiser, معناه يقتصد. J'essaie de dépenser moins d'argent pour économiser. جملة أخرى يتقلل كل ما أقوله يعني تقلل من شأن كل ما أقوله Oui, très bien. أل ديپرسي tout ce que je dis أل ديپرسي tout ce que je dis On a déjà vu le verbe ديپرسي signifie diminuer la valeur de quelque chose. رأينا سابقاً فعل يقلل معناه يقلل من قيمة شيء ما أو يقلل من شأن شيء ما أل ديپرسي tout ce que je dis جملة أخرى هو ليس متأكداً إذا كان يستطيع أن يأتي فهذا سيتعلق بحالته الصحية جملة طويلة عزيزي المشاهد يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة جملة طويلة عزيزي المشاهد يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة 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 في المنامجموعات الثالثة مصرّف في المستبد Tiهيزي المشاهد twitter وهي لا يمكنك أن توقف الذهاب يجب لتوفار ذلك ي пригبني له النامجموعات الثالثة us غ bisa نعم نعم جملة أخرى رَوَيَ تَحِيمُونِي بِكَسْرِي هَاتِفِهِ لَكِنْ لَسْتُ عَنَا Oui, très bien. Il m'accuse d'avoir cassé son téléphone, mais ce n'est pas moi. Il m'accuse d'avoir cassé son téléphone mais ce n'est pas moi. Oui, très bien. Elle accueille toujours ses invités avec gentillesse. Elle accueille toujours ses invités avec gentillesse. Elle accueille toujours ses invités avec gentillesse. Jumla okhra. Oui, très bien. Elle a donné son acceptation pour le laisser sortir. Elle a donné son acceptation pour le laisser sortir. Le premier verbe, c'est le verbe donner, معnaux, يعطي. Acceptation, يعني, قبول. Laissez, معnaux, يترك. ولكن في هذه الجumle, j'ai le معnaux, يسمach. Sortir, يعني, يخرج. Elle a donné son acceptation pour le laisser sortir. Jumla okhra. Jumla okhra. Jumla okhra. Jumla okhra. cette proposition, يعني, هذا الاقتراح. Le verbe sembler, معnaux, يبدou, acceptable, يعني, مقبول. Cette proposition, mais semble acceptable. Jumla okhra. Jumla okhra. جملة أخرى عليك أن تحدد نفقاتك إذا كنت تريد أن تغفر نفقاتك إذا كنت تريد أن تغفر مثلا إذا أردت أن أقول أخيرا وافق على مساعدتي بدون مقابل كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد نفقاتك إذا كنت تريد أن تغفر 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 نفقاتك إذا كنت تغفر نفقاتك إذا كنت تغفر نفقاتك إذا كنت تدتال permami على OBS لا يشجع Oui, très bien Il a réussi grâce à ses parents qui l'ont beaucoup encouragé Encouragé وعق الفعل أو le verbe découragé Encouragé شجع يشجع découragé كما رأينا لا يشجع Il a réussi grâce à ses parents qui l'ont beaucoup encouragé لاحظt أنها تقلل من قيمة كل ما أقوله تذكرون أصدقائي فعل يقلل يعني يقلل من شيء ما أو يقلل من قيمة شيء ما هذا الفعل كنا قد رأيناه سابقا خذ وقتك في التفكير عزيز المشاهد نعم أحسنت جيرو ماركي كالدепرسي توسكو جدي جيرو ماركي كالدепرسي توسكو جدي كما رأينا هنا الدепرسي يقلل يقلل من قيمة شيء ما أو يقلل من شيء ما جملة أخرى لقد أثبت فعالية عمله نحن سعداء به تذكرون كلمة فعال أو فعالية كنا قد رأيناها سابقا 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 صنا سابقا جملة أخرى أمولو أن يكون ذلك واضحا بما فيه الكفايا جملة أخرى عندما يبقى في المنزل دون أن يفعل أي شيء يشعر بالملل أو يمل Oui, très bien تذكرون فعل أو le verب سنوية معنا يشعر بالملل عندما يبقى في المنزل دون أن يفعل أي شيء الآن أصدقائي لدينا تسأل سهل جدا كيف أقنعته؟ Oui, très bien كمان لَا تُّ كَنْوَنْكُّ؟ كمان لَا تُّ كَنْوَنْكُّ؟ كمان لَا تُّ كَنْوَنْكُّ؟ جملة أخرى يكفي الذهاب في الساعة الثامنة لتكون في الوقت المحدد كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير كمان لَا تُّ كَنْوَنْكُّ؟ Oui, très bien Il suffit de partir à 8h pour être à l'heure Il suffit de partir à 8h pour être à l'heure Le premier verbe c'est le verbe سُفِير conjugué au présent de l'indicatif أول فعل هو فعل يكفي مصرف في الحادر الدلالي أو في المدارة Il suffit de partir à 8h pour être à l'heure مثلا إذا أردت أن أقول أنا أنوي الذهاب لرؤيتك قريبا كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد مصرف في التفكير عزيزي المشاهد Oui, très bien J'ai l'intention d'aller te voir prochainement J'ai l'intention d'aller te voir prochainement J'ai l'intention d'aller te voir prochainement جملة أخرى أحيانا لنكون متفقين يعني نختلف ونتجادل كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien جملة أخرى أنا أتذكر ما حدث لي نعم أحسنت جملة أخرى لا تنسى إعلامنا يعني أن تخبرنا إذا أتيت في وقت أبكر من المتوقع نعم أحسنت نعم أحسنت نعم أحسنت نعم أحسنت الآن أصدقائي لدينا تساؤل في أي يوم تخطط المجيء لرؤيت Oui, très bien quel jour prévois-tu de venir me voir quel jour prévois-tu de venir me voir quel jour prévois-tu de venir me voir جملة أخرى اعتمد علي لمساعدتك في تزين الغرفة جملة أخرى جملة أخرى نعم أحسنت أكوز دو صنغرم أل نسان أكوز دو صنغرم أل نسان أل نسان أل نسان أكوز دو صنغرم أل نسان أل نسان أل نسان جملة أخرى أخبرني أو قل لي بالضبط ما الذي أعجبك في هذا الفيلم نسان Oui, très bien Dis-moi exactement ce qui t'a plu dans ce film Dis-moi exactement ce qui t'a plu dans ce film Dis-moi exactement ce qui t'a plu dans ce film جملة أخرى فكر جيدا فيما تقول Oui, très bien Reflechi bien à ce que tu dis Reflechi bien à ce que tu dis Reflechi bien à ce que tu dis جملة أخرى أعتقد أن أفضل صديقة لك لها تأثير جيد عليك ภيق Oui, très bien Je crois que ta meilleure amie ait une bonne influence sur toi Je crois que ta meilleure amie a une bonne influence sur toi Je crois que ta meilleure amie a une bonne influence sur toi شكرا